لا أحياء عارفين يعيشوا في مصر حتى اللي خرجوا اللي خرجوا من الأرض اللي خرجوا من عالم الأحياء اللي ميتوا مش خالصين السيسي لو ما أهنش الأحياء يهين الموتى وده اللي بحصل أو يحصل النهاردة للأسف في النهاية لمقبرة الكاتب الكبير يحيحق بنته بتقول تقلم فشلها في إنقاذ المقبرة خلاص البنت أعلنت وشكرت شكرا لكل من قال كلمة في حق مقبرة والدي الأستاذ يحيحق شكرت كل الناس شكرا لكل من حاول مساعدة وشكرا للمساعد طيبة شكرا للقلوب التي شعرت بنبض القلب والمسع والسعي سيتم هدم مقبرة ونقلها العاشر من رمضان آسف يا صاحب القنديل وعزائي أنك عند بارئك في رحمة الله وفي جنة الفردوس أما الجسد ما هو إلا ثوب يخلعه الإنسان عند الموت وذكراك ستزل ذكرى عطرة في جبين الزمان بما قدمت وكتبت وتركت محبة وتقديرا لا يمكن أن يهدم مهما مرت الأيام فأنت في جبين الزمان واحدا من عطر الثقافة والفكر والأدب والفن كله وقنديلك مضيء في أفق تراث وطنك مصر من القلية أشكر الجميع السيرة الطيبة لن تهدم وتمنياتي لمن يقرأ سطوري هذا بقراءة الفاتحة في ذكراه السلاسين في يوم تسعة ديسمبر ودفن في المقبرة المهدومة وأزدل السطار بكلمة النهاية وسكت الكلام اللافت في الموضوع أن الدولة بقت الحقيقة بتعشى تاخد اللقطة بس على حساب الأموات لكن ساعة الجد يتهان الحي والميت وده اللي اتعمل أو اللي عمل ونظام السيسي معايح يحقي استغلوا اسمه عشان اللقطة في معرض الكتاب اللي فات وخلوها أنها يحقي اختيار والدي شخصية معرض الكتاب إيمانا من الدولة بتأثير مبدعيها ده كان يوم 31 يناير 22 ما عداش 22 أبرو تشال بنت الأديب يحي حقي تعلن فشلها في إنقاذ قبره ما عداش آخر شهر يعني في معرض الكتاب كان شخصية المعرض يحي حقي بنته طلعت قالت الدولة مؤمنة بتأثير مبدعية يا دوبي السنة ما عدتش فشلت في إنقاذ قبره والدها على فكرة مش بس يحي حقي اللي خلاص قبره بيتهدم كمان أشهر إعلامي رياضي الراحل الأشهر كابتن محمد لطيف كابتن محمد لطيف أشهر وأول ورائد التعليق الإزاعي والتلفزيوني اللي علم العرب كلهم تعليق كورة آه صح فيه قابل واحد اسمه محمد بدر الدين لكن الكابتن لطيف هو الأشهر النهاردة أسرته بتستغيث بالسيسي وتطالبه بالتدخل لوقف قرار هدم مقبارته حفيد كابتن لطيف الأستاذ خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك بيقول إن الحكومة أخترت الأسرة بقرار إزالة مقابر العائلة الكائنة بمنطقة السيدة نفيسة جنب أبر يححق خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك يقول إن الحكومة أخترت الأسرة بقرار إزالة مقابر العائلة الكائنة بسبب وقوع الجبانات في مصار أحد المحاور الجديدة بالمنطقة بحسب صحف محلية اطلع والنبي طلع لنا بصورة كابتل لطيف كده اللي يخليك اطلع اطلع بالصورة كده هو ده كابتل لطيف هو في الصورة هو 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 اطلع اطلع كمان كابتل لطيف أشهر من علق إزاعيا وتلفزيونيا على كرة القدم هو من أسس للعرب التعليق التلفزيوني والإزاعي كابتل لطيف وطبعا جاء في أفلام كتير كان بيعمل شرطات في أفلام لكنه طبعا ده واحد من الجيل العظيم في نادي الزمالك اللي أسسه لسمة نادي الزمالك لكن هو أول من علم العرب كلهم كلهم الرجل ده كان بيعلق على كرة وما فيش دول في دول ما كانتش موجودة قصد لا قطر كانت موجودة ولا الإمارات كانت موجودة ولا السعودية كانت عندها تلفزيون الرجل ده علم العالم العربي ازاي علمه على منشطة الكرة النهار ده حتى مغبرته اللي بيجوار قبر يحي حقي برضه بتتشال هذه النظام نصوص قطع طرق نعرف شبو